موسيقى السلام من الله عليكم وحبتي متابعي شوق ثالث في كل مكان وحييكم أحلى تحية موعدنا يتجدد عبر الشرقية نأخذكم إلى أهم المتابعات الرياضية على المستوى المحلي وأيضا سنتعرف بعد قليل على أهم الأخبار العربية والعالمية ونتعرف أيضا على أهم التعليقات التي وصلت للبرنامج والخاصة بسؤالنا اللي طرحناها عبر منصة الشوق الثالث من الشرقية ما هي الدولة المفضلة بالنسبة لتديك لغرض تنظيمها بطولة كأس الأمم الأسيو بعد اعتذار الصين إذن الأجوبة وآخر الأخبار العربية والمحلية والعالمية تتابعها مع ريمي يوسف أهلا ريم بك الكلمة أهلا محمد وأهلا بكل من يتابع الشرق الثالث أكيد مثل ما ذكرت رح نأخذهم جولة سريعة بعالم الأخبار العربية والعالمية وإيضا رح نعرف أهم تعليقاتهم حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن البحريني سلمان بن إبراهيم عزمه الترشح لولاية ثالثة على رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الانتخابات المقررة عام الفين وثلاثة وعشرين وجاء إعلان رئيس الاتحاد الآسيوي خلال الكلمة التي ألقاها في الجمعية العمومية الثانية والثلاثين للاتحاد الآسيوي عبر تقنية الاتصال بالفيديو وذلك بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي فيفا جاني إنفانتينيو وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري ورؤساء ومموثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية البالغ عددها سبعة وأربعين اتحادا أعلنت لجنة حكام الاتحاد الدولي فيفا اليوم عن قوائم أسماء حكام المباريات المختارين لبطولة كأس العالم عشرين اثنين وعشرين وذكر الفيفا في موقعه الرسمي إنه اختار ستة وثلاثين حكما وتسعة وستين حكما مساعدا وأربعة وعشرين حكم فيديو وستكون نسخة كأس العالم عشرين اثنين وعشرين أولى نسخة في تاريخها تعين فيها لجنة الحكام ثلاث حكمات من السيدات وثلاث مساعدات لهن سيشارك حكام المباريات في عدة ندوات في هذا الصيف في سوانسينيون ومدريد من أجل مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية توجى انتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدور الأوروبي بفوزه على رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح خمسة أربعة وذلك بعد تعادلهما واحد واحد في الوقتين الأصلي والإضافي في نهاء المسابقة القارية على ملعب رامون سانشيف بيثخوان في مدينة إشبيليا الإسبانية وسيشارك فرانكفورت في الدور الأبطال للمرة الأولى منذ العام 1960 وهو اللقب الثاني للفريق الألماني على صعيد المسابقة القارية بعد أن توجى سابقا بنسخة 1980 على حساب مواطنه بوروسيا كشف رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما عن تواصل الاتحاد الأسيوي للعبة معه وطرحي إمكانية منح بلاده حق استضافة كأس آسيا 2023 الصحافة اليابانية نقلت كلمة لتاشيما يؤكد فيها مقاربة بلاده لاستضافة الحدث القاري بعد اعتذار الصين عن عدم تنظيمه بسبب تداعيات فيروس كورونا وأضاف رئيس الاتحاد الياباني أن منح بلاده حق استضافة البطول التي يشارك فيها 24 منتخبا سيكون مثيرا للاهتمام حسب الصحافة اليابانية وصلنا وياكم مشاهدنا إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع اعتذار الصين عن استضافة كأس الأمم الآسيوية 2023 بسبب جائحة كورونا والظروف الصحية الصعبة التي تعاني منها البلاد حيث إمبرتاليابان وقطر لتعلنان استعدادهما لاحتضان البطولة الآسيوية الأكبر في القارة الصفراء بمشاركة 24 منتخبا من بينهم المنتخب العراقي سؤالنا اللي طرحناها عبر منصة الشوط الثالث واللي ننتظر بالتأكيد أجوبتكم التي وصلت للبرنامج ما هي الدولة المناسبة لاستضافة كأس الأمم الآسيوية 2023؟ تعالوا خلينا نتعرف على بعض من تعليقاتكم اللي وصلت للبرنامج أول تعليق أو بوست على فيسبوك من محمود شاكر محمود كتب على فيسبوك اليابان أفضل الدول التي تستطيع إنجاح منافسات كأس الأمم الآسيوية لما تمتلكه من ملاعب وبناء تحتية ثاني بوست أيضا على فيسبوك من أحمد الراوي أحمد علق على فيسبوك دول جنوب شرق آسيا أصبحت متطورة لما تمتلكه من ملاعب لإنجاح أي بطولة مع أني كنت أتمنى أن تقام أمم آسيا في الصين لكن كورونا فعلت فعلتها خلينا نشوف ما وصلنا على تويتر حول هذا الموضوع عفوا على فيسبوك وصلنا بوست من صبحي العقيد صبحي كتب على فيسبوك كنت أتمنى أن تقام بطولة أمم آسيا في بلدي صاحب التاريخ الطويل لكن آه وألف آه أعتقد أن دونسيا الأفضل لتنظيم البطولة الآسيوية الكل كان يتمنى أن تقام هذه البطولة على أرض العراق خلينا نتابع آخر تعليق أيضا على فيسبوك من محيي البياتي محيي كتب على فيسبوك اليابان الأفضل الآن لتنظيم كأس الأمم الآسيوية لأنها تمتلك كل شيء والأهم من هذا هو معرفتهم لثقافة كرة القدم مشاهدين احنا أخذنا بعض من تعليقاتكم ومشاركاتكم اللي وصلتنا حول هذا الموضوع أكيد راح نكمل بهذا الموضوع وبغير من مواضيع حلقتنا لهذا اليوم في الجزء الثاني مع محمد إليك محمد إذن أهلا بكم من جديد سادتي الأحبة شكرا لكريم على هذه الباقة الجميلة وبتأكيد البلد المناسب طبعا لاحتضان كأس الأمم الآسيوية سيكون صاحب الحظ الأوفر وربما اليابان ستكون الكفة لصالحها ندخل في أهم المتابعات الخاصة لبرنامج الشوط الثالث في حلقة هذا اليوم وطبعا سنذهب إلى الأبرز والأبرز حيث أكد قائد القوة الجوية الفريق الطيار الشاب جاهد تمسكه بخدمات المدرب حكيم شاكر رغم تقديم استقالته وعقب خسارة فريقه أمام الشرطة إذا أكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الفريق الطيار شاب جاهد تمسك الإدارة بالمدرب حكيم شاكر مشددا على ضرورة بقائه مع الفريق حتى نهاية الموسم جاهد أكد في اتصال لشوط الثالث هذا اليوم أن الإدارة لم يكن لها علم باستقالة المدرب حكيم شاكر إنها علمت بها عن طريق الإعلام مبينا أن الإدارة لترفض قرار الاستقالة وتعلن تمسكها بالمدرب وأضاف جاهد أن شاكر الشخصية معروفة على المستوى الرياضي والساحة العراقية والآسيوية ومعروف بأنه شخص جدي وعملي ومهني ونأمل منه العدول عن قراره والعودة إلى قيادة الفريق وتابع جاهد أن الهيئة الإدارية لم تتداول مع المدرب بشأن الاستقالة ولم تسمي أي مدرب بديل كوننا في طور المفاوضات على أمل أن يعدل عن قراره ويعود للفريق ويقودهم في المباراة المتبقية من الدوري والمنافسة على خطف كيس العراق كما حصله في العام الماضي طبعاً خطوة رائعة من الفريق الطيار شهاب جاهد الخاص بتمسكه بالكابتن حكيم شاكر بعض المحسوبين على جمهور القوة الجوية من خلال صفحاتهم الشخصية أعلنوا الحرب على الكابتن حكيم شاكر رغم المستويات اللي قدمه ورغم النتائج الجيدة لكن المدرب إلى وجهة نظر معينة طالما إجا مدرب وهو غير مسؤول عن إعداد الفريق وغير مسؤول عن اختيارات البعض من الأسماء المتواجدة مع الفريق الجوي لذلك البعض البعض القلة من جمهور القوة الجوية لا يرغب بالاستمرار بحكيم شاكر حكيم شاكر من الأسماء الكبيرة حكيم شاكر من الطاقات التدريبية المعروفة لذلك لا يمكن التفريط بها لمجرد أنه خسر في مباراة ولمجرد أنه البعض من الجماهير والله ميروق لحكيم شاكر للأسف الشديد اللاحظ هذه المودة الجديدة اللي بدينا نلاحظها أنه البعض من الجماهير يرفض مدرب فلان وعلانه يدخل بعمل الإدارة احنا هذا الموضوع حذرناه مرارا وتكرارا وقلنا على الأندية الجماهيرية والأندية اللي تمتلك قاعدة واسعة جماهيرها مكانهم المدرجات أما الجوانب الإدارية والتنظيمية فمن حق الإدارة نعم هناك بعض الملاحظات على عدد من أعضاء الإدارة ربما هيثم كاظم الآن أكو فجوة بيني وبين جماهير القوة الجوية على صغير أكو فجوة بيني وبين جماهير القوة الجوية لكن هذا لا يعني أن هناك تدخلات يجب أن تطبق وقرارات لا يمكن بعدين الدوري باقي لسة لعبات تنتهي وعدكم نهائي الكأس فما صايرة يعني هذا الموضوع الحقيقة أنا أنظر إليه نظرة غريبة لأنها دخيلة على الجماهير ودخيلة على وسطنا الرياضي لذلك أبارك لسيد رئيسي الهيئة داري نادي القوة الجوية اللي عرفنا دائما يستخدم الحكمة والعقل والمنطق مثل ما حدث مع مدربين سابقين وحدث مع أيوب أديشو يوم اللي حصل به على الدوري والكأس كان هناك محاربة من بعض الجماهير لكن إصرار على الاستمرار وفعلا كان ناجحا وقاد الفريق إلى بر الأمان أتمنى الموفقية والنجاح الكابتن العزيز حكيم شاكر في مهمتي مع الفريق القوة الجوين يعدن عن قراره ويعود لقيادة العريق وأرجع وأقول للجماهير هلأ تلهله بالمدرب المحلي ادعموه مكانكم المدرجات واتركوا المدرب يعمل طالما أنتم وهو ليس مسؤولا عن استقطاب بعض الأسماء الموجودة بالفريق لا تطلبون من عنده نتائج نذهب إلى المؤتمر الأسبوعي اللي عقده اتحاد الكرة العراقي والخاص بمناقشة الأمور اللي تحصل في الأسبوع عقده اتحاد الكرة مؤتمره الأسبوعي بحضور لفيف من الزملاء الصحفين والإعلاميين في مقر الاتحاد ببغداد المؤتمر الصحف يتحدث عن زيارة الوفد الخليجي للبصرة واخر استعدادات ملعب الميناء والمرافق الرياضية والسياحية الأخرى الحديث الأبرز عن المدرب الأجنبي الذي سيقود المنتخب الوطني العراقي ذأكده الاتحاد عن لسان أحمد الموسوي أن الأمر سيحسم في مطلح حزيران المقبل كحد أقصى بعد دراسة مستفيضة لكل الأسماء وأن الخيار سيكون على مستوى عال لأن المدرب سيقود الأسود لمدة أربع سنوات سنتابع التقرير لعدة زيد السراج والحديث الخاص لأحمد الموسوي ولدينا تعليق بعد هذا التقرير نذهب إلى زيد السراج هذا التأني والهدوء والتريث في اختيار المدرب يعود لأن المدرب المقبل سيكون مدة عمله أربع سنوات ولا بد أن يكون يريق بمستوى عسود الرافدين ويعود المنتخب الوطني إلى جادة المنافسة طبعا هذا تصريح لسيد الزميل العزيز وزف فعل لكن هناك تقرير عدد زيد السراج إذا كان جائزا التقرير طيب أكيد رح يجهز التقرير لزيد السراج ونعود لمواصلة حديثنا ولكن نذهب هذه المرة إلى المنتخب الشبابي العراقي اللي عاد ولله الحمد بالسلامة والصحة والعافية الكابتن عماد محمد لقيادة منتخب الشباب بعد الإصابة البليغة إثر الحادث المؤسف الذي تعرض إليه خلال فترة شهر رمضان المبارك أدت إلى دخوله إلى أحد المستشفيات في مدينة النجف عماد محمد عاد لقيادة الفريق الشبابي على ملعب البرج بجامعة بغداد يارا تنشوف اللقطات الخاصة بعودة الكابتن عماد محمد اللي احتفى بالفريق وقطعوا كيكة السلامة التدريبات شهدت الحقيقة معظم اللاعبين اللي تم استدعاهم بينما غاب عنها بعض اللاعبين بسبب ارتباطهم مع عنديتهم فضلا عن اللاعبين المعترفين المرتبطين أيضا مع عنديتهم وتركز التدريبات على اختبار بعض اللاعبين الجدد اللي وقع عليهم الاختيار من قبل الجهاز التدريبي بعد متابعتهم في دوليات الفئات العمرية وعلى الجوانب البدنية باستخدام منظومة جي بي اس واللي أدخلها الجهاز الفني في الوحدة التدريبية هذه هي اللقطات اللي وسطتنا هي بالوحدة التدريبية الأولى اللي عاد لقيادتها المدرب عماد محمد بالسلامة والعافية إذن عودة ميمونة للكابتن عماد محمد ألف سلامة وصحة وعافية احتفالات جميلة شهدها بعثة الفريق العراق المتواجدة في البرج نتابع هذه التصريحات اللي أدل بها الكابتن عماد محمد أثناء الوحدة التدريبية الأولى اللي عاد بها لقيادة منتخب الشباب نتابع نحن دائماً أبناء العراق من الصير شدة عد واحد لكل يوغف له وهذا الحمد لله والشكر أنه احنا تازينا جزء كبير من عدها هذه الفترة إن شاء الله نفس الوقت نحن سايدين جداً بعودتنا للتدريبات وهذه العودة أكيد هي راح تكون مؤثرة بالفترة القادمة بسبب وجود بطولة تعرفون البطولة وهمية البطولة العربية بطولة مهمة بالنسبة أنه بغض النظر عن نتائجها لكن بطولة تلعب مع فرق متطورة إذن نكرر أمنياتنا القلبية بالنجاح للكابتن عماد محمد ولله الحمد على سلامته وعودته لقيادة منتخب الشباب إن شاء الله المفقية والنجاح لأن المنتخب أمام العديد من الاستحقاقات ونأمل النجاح إن شاء الله مباشرة أذهب بكم أحبتي إلى لعبة الفروسية وبالتحديد إلى اللجنة المؤقتة الخاصة بإدارة شؤون اتحاد الفروسية إذ وجه الاتحاد الدولي للفروسية رسالة إلى الأولمبية العراقية وإلى الاتحاد العراقي للفروسية تضمنت خارطة طريق الاتحاد الجديد والإفصاح عن أسماء الهيئة المؤقتة المشرفة على لجان الاتحاد العراقي للفروسية وتهيئت كتابة مسودة النظام الداخلي وصولا إلى إجراء الانتخابات وستقوم الجمعية العمومية للاتحاد بإجراء اجتماع استثنائي صباح السبت الموافق 22 أو 21 لغرض مناقشة رسالة الاتحاد الدولي المذكورة والتصويت عليها وتوزيع الصلاحيات على أعضاء اللجنة رئيس الهيئة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الفروسية عقل مفتن أكد أن الاجتماع سيعقد ظهر السبت في مقر مجلس الأعمال الوطني العراقي في بغداد وسيناقش مع الهيئة العام مكافة النظام الداخلي الجديد بما يخدم واقع اللعبة اللي عانت من التهميش والإقصاء وتراجع النتائج مؤكدا أن أبواب الاتحاد مفتوحة لجميع أبناء الفروسية ولكل من يريد أن يخدم واقع اللعبة وأن لا خطوط حمراء لأي من أبناء الفروسية الذين عانوا الإبعاد بسبب سياسة وتخبطات الاتحاد السابق ووجه مفتن الدعوة لكافة وسائل الإعلام والصحافة الرياضية لغرض تخطية الاجتماع المهم الذي سيحدد الخطوط العريضة لعمل الاتحاد المستقبل طبعاً أكيد نتمنى الموفقية والنجاح لللجنة المؤقتة التي أعلنت الآن استعدادها لعادة مسار اتحاد الفروسية التي نحن متفقين أنه عانى الكثير الكثير في زمن مضى وتحت مجلس إدارة اتحاد لم يخدم واقع اللعبة لذلك ابتعدنا عن المنصات ابتعدنا عن الإنجازات ابتعدنا عن كل شيء اليوم نحن نشهد عصر جديد لأناس يريدون الخير لهذه اللعبة رياضة الأجداد التي عانت ما عانتها الآن أمام مفترق طريق وربما سيكون هذا الطريق معبد بالإنجازات إن شاء الله لثقتنا العالية بأبناء اللعبة التي عادوا ويقودون اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الفروسية طبعا الأخ عقل مفتن غني عن التعريف ورجل يريد أن يقدم الكثير الكثير لهذه اللعبة بمعية من معه داخل اللجنة هم جلهم من الرياضيين الأبطال ونجوم المنتخبات الوطنية لذلك سنكون إن شاء الله في هذا الاجتماع يوم السبت اللي رح يكون في مقر مجلس الأعمال العراقي في قلب بغداد لغرض تحديد الآلية الجديدة للانتخابات والأسماء الجديدة المرشحة و أيضا وضع القانون الداخلي و النظام الداخلي لللعبة الخاصة اللي إن شاء الله يوافق عليها الاتحاد الدولي بمباركة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لذلك نتمنى الموفقية و النجاح لمفتن و لكل رفاقة و لهذه اللعبة اللي نتمنى أن تعود مثل ما عادت بعض الاتحادات و زجت و تعاقدت مع مدربين و محترفين لذلك نحن نعلم الخطوات الحفيثة اللي قوم بها السيد عقيل و الخطوات الحفيثة اللي قوم بها أو تقوم بها اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الفروسية سنعول عليها كثيرا إن شاء الله خلال الفترة المقبلة نذهب إلى هذا التقرير اللي عد زيد السراج و اللي يتحدث عن تسمية المدرب الجديد و ما تحدث به أحمد الموسوي لوسائل الإعلام مع زيد السراج عقد اتحاد كرة القدم مؤتمرا صحفيا سريعا داخل مقره ببغداد حول أمور كروية عديدة أبرزها قضية المدرب الأجنبي والذي تحدث عنها ناطق رسمي أحمد الموسوي ذكرنا بأن إن شاء الله يما نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم سيكون الإعلان عن مدرب المنتخب الوطني والمقاوضات مستمرة ما راح أقول إنه اسم المدرب منه لا راح تسئلوني لأننا ما نطيكم الاسم لأن هناك تقاوضات و يجب أن نحترم تلك المقاوضات و نحترم أيضا الإجراءات اللي راح تسير إن شاء الله راح تكون ولا حتى تدريسيتها يعني راح تكون إن شاء الله و راح يعلن بشكل رسمي في الموعد المحدد لأما نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم إن شاء الله تعالى عمل مستمر لدراسة الأسماء التدريبية وتريث كبير من قبل اتحاد اللعبة عزاه البعض لأن المدرب القادم سيكون لمدة أربع سنوات هذا التأني والهدوء والتريث في اختيار المدرب يعود لأن المدرب المقبل سيكون مدة عمل أربع سنوات ولا بد أن يكون يريق بمستوى عسود الرافدين ويعود المنتخب الوطني إلى جادة المنافسة فيما رأى قسم آخر أن هناك متسع من الوقت أمام الاتحاد مع غياب الاستحقاقات وأن على الجمهور أن يصبر من أجل أن يكون الخيار صائبا ويليق بمستوى المنتخب الوطني طائما لدينا متسع من الوقت علينا استثمار الوقت لإختيار حتى يكون الإختيار أمثل ونتجمنا بالوقوع في المحظور أنا أعتقد أنه علينا أن نكون صبورين بهذا الموضوع لأنه موضوع مهم وحساس بعد الخروج من تصفيات كأس العالم وطي صفحة المدرب الوطني انتحاد الكرة يذهب باتجاه الأجنبي سيار ذاتية عديدة ومدربون كثر على طاولة اتحاد كرة القدم مع تأن كبير لاختيار مدرب لقيادة أسود الرافدين خلال السنوات القادمة شهر حزيران سيكون موعدا لحسم هذا الأمر من بغداد من الشوط الثالث زيد سراج شكرا زيد على هذا التقرير رح نجز الثاني بعد قليل يعني رح نناقش هذا الموضوع وبالتأكيد سنضع النقاط على الحروف فيما تحدث به الموسوي وما يريد أن يفعله الاتحاد ولكن يعني في قضية كنا نتمنى أن تولد ميتة وأن تنتهي داخل أسوار الأولمبي وأن لا تصل إلى الإعلام لحد التهويل ولحد أنه أصبحت مادة دسمة للأسف الشديد إحنا نضطر رح نحشي به لأنها وصلت للإعلام وأصبحت قضية قرر الطاقم التدريبي للمنتخب الأولمبي إبعاد مهاجم المنتخب أحمد سرتيب بسبب الرقم 10 إذ قرر مدرب الأولمبي إبعاد أحمد سرتيب عن المنتخب اللي رح يشارك ببطولة آسيا اللي تقام في أسباكستان حسب ما أعلن مدير الفريق مهدي كريم وأكداً أن سرتيب احتج على عدم منحه الرقم 10 في تشكيلة الأولمبي ومنح هذا الرقم لحسن قوقية وأضاف أن خلافاً حصل بين مشرف الفريق وعضو الاتحاد غانم عريبي واللاعب أحمد سرتيب بسبب تصريحات الأخير ضد عريبي وتابعان السكوب بعد هذه الحادثة قرر إبعاد اللاعب عن المشاركة ببطولة آسيا إلى ذلك كشف السرتيب أن مشرف الأولمبي غانم عريبي وصفني بغير المؤدب فما كان مني إلا التأكيد له بأنني مؤدب ومن عائلة محترمة وأضاف أن الرقم 10 كان من حصتي في بطولة دبي الأخيرة لذلك استفسرت من القائمين على المنتقب عن السبب بعدم منحي إياه وحصلت المشكلة وتطورت حتى تم إبعادي عن الأولمبي وأدت المشكلة التي حصلت مع اللاعب سرتيب إلى حصول ضجة كبيرة في الشارع الرياضي اللي انقسم قسمي قسم مؤيد لقرارات القائمة على الأولمبي بينما رأى القسم الأكبر أن اللاعب تعرض إلى الظلم يعني أنا والله ما ردت أتحدث بالموضوع لكن عندما شاهدت زملاء كثار وصارت مادة دسمة للإعلام يعني أنا أتمنى والله العظيم أنه إحنا ما نتحدث بالمشاكل لأن كفانا مشاكل وتناحرات وتقاطعات وتجاذبات خلونا نخطط خلونا نبحث عن الاستراتيجية خلونا ندعم الرياضات والمنجز ونتغنى بالإنجازات نعم نحدد مكامن الخلل لكن يا غانم عريبي يا حبيبي أنت نجم كبير و أنت لآن قائد بالاتحاد أنت مو معارض حتى تتعامل بهاي الطريقة احتوي هذا اللاعب أنت أكبر منه سن و أكثر منه خبرة كذلك الكلام المهدي كريم يعني أنا شاهدت الأخي و عزيزي كابتن مهدي متشنج حتى منطلع في إحدى اللقاءات أباوها متشنج و كأنه يعني عنده فت قضية يا جماعة أنتوا لاعبي منتخب وطني أنتوا كبار بالعمور أنتكم خبرة حتى و أكان هذا اللاعب أخطأ في قضية ما احتووا فهموا و سعته القضية و المشكلة و صارت قضية رأي عام و هي القضية ترى بالمنتخبات اللي بالعالم يصير قضايا أكبر من هاي ما حد يسمع بيها تنتهي و تولد ميتة و الجهاز الفني و إحنا ليش جبنا مدير إداري و ليش جبنا مشرف فريق و ليش و ليش هو جبناهم مو الغرض على مدير كوشكون و قعدون بالمقصورة الغرض حتى يحلون هي شي قضايا ولد شاب يحب الرقم عشرة يا بليش من طيتوني رقم عشرة أنا ترى تبيه بطولة دبي تعال حبيبي قلبي أنت هذا الرقم هو أساساً الحسن قوقية و إن شاء الله ترى مو بالرقم و أنت نعول عليك أنت لاعب مو بالرقم الكلمة الطيبة صدقة أنت رأساً يا غانم عريبي يعني هسنا ما ريد نتخذ أنه إحنا و هي اللاعب نعم اللاعب أقطع لكن هل يستحق لاعب بإمكانية أحمد سرتيب اللي إحنا الآن نبحث عن لاعب مميز في ظل القحط اللي إحنا به وتدهور النتائج وتهدهور الكرة العراقية نفرط بأحمد سرتيب على متفانيلة واللعب والله صارنا مضحك لأمة محمد يا غانم عريبي يا أخوية يا قلبي شوي هلة الهلة بالعالم و هلة الهلة بالشباب احتويهم وسع صدرك أدري بك أنت عصبي و أنت ناقم من يومك يعني أنت تيشن تيشن بس أنت الآن قائد أنت أب أنت الآن في مكان ما يليق بيك تنزل لمستوى تتعارك و يلاعب و تطرد لاعب و مدري إيش بعدين سمعنا كلام يعني عيب نذكره والله بالبرنامج يعني يكون اتفاقات و يمواقع و يحشوا لي على فلان ها إذا ثبت ترى هكارثة على رئيس الاتحاد التدخل لوضع النقاط على الحروف في هذه القضية ليش ذهب و ضحيتها لاعب قد يكون أخطئ أو أخطئ عاقبوا عقوبا ضباطية جيبوا و خلي هس تعبنا عليه و دخلنا معسكرات و دخلنا دورات و شاركوا ببطولة دبي و هس نقول له روح في مالا و راح نجيب لاعب ببكانة ما مستعد لهاي البطولة و إحنا بطولة آسيا أمامنا قرارات غلط في غلط في غلط و آني أرمي الكرة في ملعب الجانب الإداري اللي فشل في حل هذه المشكلة هاي خصمة راحت اللي يعني اليوم طولنا عليه و لكن القضية قضية مهمة جدا هي قضية تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني العراقي طبعا سأرمي في ملعب ضيفي الكريم الكثير من الأسئلة الخاصة بهذا الموضوع و أحيي أجمل تحية الصديق العزيز الصحفي الرياضي هشام السلمان و المتواجد معي من بغداد في ستوديوهاتنا و على الهواء مباشرة مرحب بك أستاذ هشام ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية حبيبي أستاذ محمد أنا سعيد جدا بالتواجد معك و تحياتي لك و لجمهور و مشاهدي خناة الشرقية الله يحفظك أستاذ هشام تعرفت على الضيف نذهب إلى فاصل و نرجع حتى نكمل حديثنا و محورنا المهم في هذه القضية ابقوا معي اشتركوا في القناة إذن أهلا بكم من جديد سادتي الأحبة تعرفتم على المحور و على ضيفي الكريم أستاذ هشام أجدد الترحاب بك مرة أخرى ضيفا كريما سأبدأ معك من حيث ما تحدث به المسوي و حضرتك قريب جدا من الحدث ربما تناقشنا كثيرا مع أهل الشأن من مختصين حول تسمية المدرب الجديد لكن يسعدني أن أستمع إلى رؤية الإعلام الرياضي العراقي و الصحافة الرياضية العراقية بإصرار اتحاد الكرة على تسمية مدرب لأربع سنوات شرط أن يكون مدربا أجنبيا بعد أن أبعد خيار المحلي نعم أستاذ هشام نعم سلام حمد مرة ثانية سعيد معك لكن تركت الجزئية الصغيرة جدا اللي أعاقب بها حول موضوع بالنسبة للموضوع المدرب مهم جدا ولكن الموضوع الرقم اللي قبل شوية تناقش غير مهم جدا ليس بمهم جدا الكلمة أو الجزئية اللي أريد أرسلها للناس اللي معنيين بهذا الشأن بالنسبة لللاعبين الثنين اللي هم حوقية الكابتن أحمد كانوا صغار بالسن على هذا المثل اللي راح أضربه نعم وبالنسبة لغانم عريبي الكابتن غانم عريبي والكابتن مهدي كريم كانوا كبار ولحقوا على الأسماء اللي قلته فقط استذكروا اثنيا فقط اللي هم الكابتن الشهير فلا حسن والكابتن الله يرحمه أحمد راضي اذكروا كان أي رقم يلبس فلا حسن وأي رقم يلبس أحمد راضي ومن كان يلعب أيام أيام الاستعداد لكأس العالم 1986 بالرقم 18 وآخر بالرقم 8 ومن تنازل للآخر بالرقم 8 نعم يعني أيام بكران الذات كانت انهشام بالرقم 18 مع الأسف هذه الجزئية نعم 18 و 8 هي كان الرقم 8 اللي فلا حسن نعم عندما جاء أحمد راضي ما كانت حيرة ولا كانت أكون سوء سوء إداري ولا كانت أكوضة جعلامية كل الأشياء ما موجودة كانت نعم أستاذ الشام هي ما تسوى والله ما تسوى المعروف الله يرحمه رقم 8 طبعا ولذا كان ثرت هذا الموضوع الأرقام 18 و 8 حتى يكون درس للأربعة نعم اللاعبين نشاء الله نتحدث نتحدث في مجال آخراني على هذه القضية نرجع على القضية الأهم هي قضية المدرب الأجنبي والسنوات الأربعة وطالت طالت يعني الحكومة رح تشكل والمدرب لحد الآن ما تم تسميته طبعا من حق اتحاد كرة القدم يفكر يعني بشيء من التريث يعني كسب الوقت وما شابه ليس بنظري ليس لأجل بأن أربع سنوات يعني كثيرة وكذا لا وإنما لمعالجة الأخطاء التي وقع بها اتحاد كرة القدم العراقي بحيث خسرنا بسبب هذه الأخطاء هي عدم صعود المنتخب العراقي إلى نهايات كأس العالم وكلنا يتذكر كم مدرب تعاقدنا معه وكم مدرب تندمنا عليه وكم مدرب جاءه لمجرد الحضور أو السيف مالته يزيد بأن ندرب المنتخب العراق في تطبيقات كأس العالم ولكن يجب علينا استغلال الوقت حتى وإن كانت يعني العراق أو المنتخب العراقي ليس في قادم الأيام بطولة مهمة تنتظره أو مثلا مباراة كبيرة تنتظره ولكن علينا أهم شيء وهذا يقع على عاتق اتحاد فرد قدم العراقي الاختيار الصائب للمدرب الأجنبي نعم أنا مع المدرب الأجنبي ولكن يجب علينا من يقول أنا مع المدرب الأجنبي أن لا يختزل إمكانيات وقدرة المدرب المحلي ولا ولا تكون هذه المفردة أو الجملة هي ذريعة أو سبب للتسقيط المدرب الأجنبي بالعكس العفو المدرب المحلي بالعكس المدرب المحلي يعني حريص على البلد ويتفاهم جداً مع اللاعبين يعني يعني تعامل معهم بلغة واحدة الكثير من يعني الأشياء المهمة في المدرب المحلي نعم أما تبقى الأفضلية بالتأكيد إذا كان الاختيار هو ليس يعني الاختيار مجرد متخب عفو مدرب وطني للمتخب العراقي نعم كثير من المدربين الأجانب أفضل منهم بكثير المدرب المحلي حسب اعتقادي وخلي يوجهون لي الانتقاد بهذه المفردة ولكن يعني واقع حال ويعني رؤية صحيحة يجب علينا لا نتنازل أو لا يعني نترك الخيار الوحيد أمامنا هو الاستعانة بمدرب أجنبي شرط أن يكون يعني قادر على بناء المنتخب العراقي بحيث يصل إلى كأس العالم نعم نحن هدمنا خلال هذه السنوات الأخيرة الـ 15 سنة عشرين سنة الأخيرة تم تهديم المنتخب العراقي بالكامل نعم وهو آني أشاطرك الرأي بالمنتخب العراقي اللي يحمل تاريخ نعم آني أشاطرك الرأي يعني عذرا يحمل تاريخ يعني أخلي مداخلة أمامك وأترك الحديث لحضرتك للأسف الشديد الآن يعني الاتحاد و لجنة الخبراء غيبت عن الإعلام و الشارع ما هي المعايير التي تبحث عنها لغرض إيجاد المدرب الذي تجد فيه طبق النجاة لما نعاني منه نحن أيضاً نحن أيضاً شركاء الإعلام شريك الجماهير شريكة ناس تقول مدرب عنده إنجازات ناس تقول مدرب لازم يبقى ببغداد زينا إحنا إذا لقينا مدرب بكل المواصفات و ما يريد يبقى ببغداد يعني معناته إنه إحنا دخلنا في متاهة أخرى فمن الصعوبة إنه إحنا نجيب مدرب يعني يتواجد ببغداد و حقق إنجازات وله دراية بالمنطقة و يتمتع بسي في كبير هذا الموضوع يعني شلون نتحدث عنه أن تتوفر هذه الشروط في المدرب المؤمل واللي نبحث عنه مستقبلاً نعم هو بالحقيقة يعني خلال يعني السنوات الماضية و تعاقد العراق مع يعني مختلف المدربين الأجانب و منهم على مستوى كبير و من هؤلاء المدربين الكبار يعني اللي تعاقدت معهم يعني اتحاد كرة القدم العراقي مثلاً ينطبق عليه كلامك بالضبط السيد محمد اللي هو مثل زيكو زيكو مكان متواجد بالعراق ولكن زيكو كل العالم و ليس أنا فقط أقول بأن زيكو أحد المدربين الكبار بالعالم صحيح خسرنا ولكن لم نستطع كاتحاد كرة القدم أن نستثمره نعم نستثمره نحافظ عليه وبالتالي أخذ استحقاقاته بضبط لا قدرنا نحافظ عليه ولا قدرنا نحافظ على يعني الأموال العراقية اللي كانت مرصودة لهذا المدرب يعني تحت التصرف تصرف اتحاد القدم نعم وبالتالي قدم شكوة زيكو و كسب شط الجزائي بالمناسبة استاذ محمد يعني يشكل على الكرة العراقية منذ تأسيسه عام 1948 و حتى اليوم بأنه إلا ما ندر حتى لا يكون بالشيء القاطع نعم بأنه من عام 1948 حتى الآن أتحدث بها جميع المدربين الأجانب اللي جاءوا لتدريب المتخب العراقي خرجوا من العراق وهم رابحين يعني بها الكلمة نعم ربحوا الشرط الجزائي و هذا يحسب على الكرة العراقية و جميع رؤساء اتحاد الكرة العراقي من 1948 حتى اليوم نطيني مدرب أجنبي دخل العراق و ما أخذ الشرط الجزائي و طلع نعم نعم نحن بينا السبب منظومة اتحادات عراقية و ليس اتحاد عراقي حتى لا يأخذ أحد رؤساء الاتحاد أنا يعني أخذ تتحدث بالعموم سادة إنشان حضرتك حتى اليوم جميع المدربين الأجانب نعم بالضبط و هذا خطأ على الاتحادات اللي كانت تتفاوض مع المدربين يعني إحنا يوصفنا سادة العفو النقطة الأساسية اللي يستثيرها بأن أغلب نعم أغلب الرؤساء الاتحادات أو الهيئات الإدارية الاتحاد كرة القدم اللي يتعاقبوا فيما بعد يعني واحد وراء الله بأن كانوا ليس بمستوى التفاوض مع المدربين الأجانب و هذا اللي نتوصل الكياسات نحن نفتقد لخبرة التفاوض نعم نعم نحن السبب نعم نعم لا نملك مفاوضين بمستوى الحدث و بمستوى العراق كدولة و لذلك يدخل لنا من يدخل بشروطه هو و ليس بشروطنا و لذلك كانت ضعف في الاختيارات التدريبية للمنتخب العراقي و هذا الضعف هو السبب الرئيسي لمغادرتنا تصفيات كاس العالم و كانت هي يعني أضعف مجموعة دخلها المنتخب العراقي في التصفيات منذ زمن طويل و كانت الفرصة واتية أمام المنتخب العراقي لنكون في قطر في قطر بهذه البطولة اللي تقام نهاية العام المقود إن شاء الله للأسف الشديد أستاذ هنشام و لا تريد أقولك من السبب واضح من السبب نعم كنا نعرف السبب بعد الحد شيء ما يفيد لأنني كنت أتمنى أنه بعد الخروج المذل اللي أنا أوصفه بعد الخروج المذل كنت أتمنى أن تكون هناك جلسة مصارحة مناقشة مو عيب إذا غلطنا لكن نعيب إنه إحنا نطمطم الغلاطة و أريد أقولها طبعا تطلع مؤتمر وتحكيه وتقول نعم بضبط لعدة مرات على مسؤوليتي لأنني ضيف البرنامج و مريد يعني أخلي الكلام عليك أنا على مسؤوليك ضيف البرنامج للأسف الشديد إحنا كإعلام و آخر مباراة بتصفيات كأس العالم صار يمكن ثلاثة شهر إلى ثلاثة شهر و نص نعم أمام سوريا مع سوريا نعم كعاد النبي و اللي إعلنت رسميا خروج معنا بالضبط و يخرج العراق رسميا من كأس العالم كل الاتحاد لا أريد يعني لأنهم أكلهم بصراحة أصدقائي وأعتز بيهم ولكن لابد لي كصحفي لابد من قولي الحقيقة و إن كانوا أصدقائي أعتز بيهم و يعني يعني فهي شيء عندي يعني أصدقائي يعني كلش طيبين ولكن لابد قول الحقيقة صحيح بأن لماذا يقولون من مباراة سوريا لحد اليوم سنكشف خلال اتحاد خلال مؤتمر صحفي يُعقد بالاتحاد نعم لكل الصحفيين و الإعلامين و يعرفون حقيقة لماذا خرج العراق و تصفيات كأس العالم المؤدية إلى قطر الدوحة هذا الخبر أو هذا التصريح بأن يوم و يوم نسمعه بأن يوم و يوم نسمعه سوى من رئيس الاتحاد أو كافة نوابة أو الأعضاء الاتحاد الآخرين ولكن أين حقيقة هذا الكلام؟ هل عقد المؤتمر الصحفي؟ ولن يؤقد ولن يؤقد يعني صحفي أو إعلامي خلال مؤتمر طبعاً خلال المؤتمر الصحفي اللي ولد بالصوت ميتاً ولا زال ميتاً هذا أستاذ الشام ولذلك نحن كإعلاميين أو صحفيين لا نعرف حقيقة حقيقة نوصلها إلى الشارع الرياضي كجمهور عراقي كشعب عراقي لماذا خسر العراق و خرج عن تصفيات كأس العالم و دعتك أستاذ هشام الكل يعرف مهم كنا نعرف والشارع يعرف ولكن يعني ما يفيد الحجة بعد أستاذ هشام يعني خليني أسألك سؤالاً و شكنا أو قربنا للنهاية و عندي سؤال مهم جداً أنتظر إجابتك الكريمة خلينا نكون واقعيين هل العراق يمتلك لاعبين بنوعية جيدة و كبيرة ينقصها المدرب المحترف أم إن مشكلتنا بنوعية اللاعب الموجود يعني هسا بين قوسياً أكو ناس تقول لو تجيبون مورينيو كل شي ما يسوي وأكو ناس تقول لا والله إحنا مشكلتنا بالمدرب فيا ريت تجاوبني باختصار أستاذ هشام على هذا الموضوع باختصار جداً و يعني أعشقه بشيء آخر يمكن حضرتك أو الجمهور اللي يسمعني سيتفاجأ من طريقة الجواب على هذا السؤال الطريقة لو كنا نملك عدد من اللاعبين أو الأندية أو الفرق قصدي الفرق المشاركة في دوري الدرجة المنتازة اللي ذهب هذا الموسم هذا الكلام معشق بالإجابة ذهب هذا الموسم قبل سبع جولات إلى نادي الشرطة وهو يستحق أكثر فريق يستحق بلقب هذا الدوري هو الشرطة نعم لو كنا نملك لاعبين يعني بمستوى عالي جداً و بمستوى قريب على الأجانب لكان وافقنا أو عدم الاعتراض كإعلام على ما أطلق أخيراً وللأسف أطلق هذا التصريح في دولة قطر مستغلين تواجد العراق كمنتخب وبعض الجمهورة في دولة قطر عقد مؤتمر صحفي منذ أكثر من ثلاثة إلى أربعة أشهر أيام بطولة كأس العرب هناك يطلق العراق بأن هذا الموسم القادم هو موسم محترفين موسم محترفين من أين لنا محترفين؟ من أين كيف نبني أو نقيم دور محترفين؟ نعم هذه عندما يعني نتفحص هذا التصريح جيداً و نتأمل هل باستطاع العراق كبلد يعني إقامة دور محترفين للسنة القادمة أو الموسم القادم أشك عندما ندرك الإجابة نعم توضح جداً نعم بأن ليس لدينا نعم أستاذ شام لأن لا نملك أقول لك أستاذ شام أنت بداخلك الكثير الكثير و لم نملك أي شيء وأني بداخلي الكثير الكثير فخليه لليام الجاية نعم دا يزاحمني نعم أنا أشكرك أستاذ شام جزيلي شكور على حضورك الكريم معنا في هذه الحلقة أمنياتنا القلبية لك وأيضاً لعملك مع إعلام اللجنة البرلمبية بالنجاح والإبداع الحقيقة يعني كلام كثير عن هذا الموضوع لكن إن شاء الله سنكون تباعاً لرفض آخر المعلومات معلومات عندنا أن المدرب إسباني لم نتعرف على اسمه لكن الاتجاه راح يكون للكرة الإسبانية رغم أنه إحنا التقينا بأعضاء لجنة الخبراء اللي يكلفهم الاتحاد و قالوا إحنا متوجهين على البرازيلي لأن العراق قريب من المدرسة البرازيلية لكن جماعة راحوا للكرة الأوروبية يسمون مشكلة المهم إن شاء الله التوفيق سادتي الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي أشكر فيها ضيفي الكريم الصحفي الرياضي هشام السلمان و لكم على طيب المتابعة أكيداً قل لكم تحيات جميع من كان معي في هذه الحلقة من استوديو البث والكونترول و من خلفهم مخرج البرنامج و سيمو أسامة و مني أنا محديثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية سنكون معكم أولاً بأول برصد كافة الأخبار والأحداث الرياضية إلى حلقة جديدة طبتم في أمان الله وأقول لكم بمعنى شكراً لكم